موسيقى صباح الخير حوار اليوم من الو تي في اليوم مع صحفية سيدة ثورية عاصي صباح الخير صباح النور بقراءتك للمشهد هذا الجمود اللي عم نشوفه منذ نيل الحكومة الثقة إذا يمكن القول أمال اللبنانيين اللي كانت كبيرة على انطلاقة فاعلة المشهدية الحكومية بالبداية كيف تقرأ فيها ثورية عاصي يعني عمليا هي ما في جمود في جمود بالعمل السياسي في لبنان من سنتين لحد اليوم ولكن بموضوع الحكومة ونيلة الثقة اللي خفت وتقته هي موضوع المحطات البنزين وهذا السر اللي يعني بدون يعلمونا فيه لأن الحكومة لحد اليوم ما قالت أنه قادرة تأمن بنزين ولا قادرة تأمن محروقات ولا قادرة تأمن كهرباء وما عطت بعد لحد هلأ يعني كل الكنام لحد اليوم بس عن المفاوضات وتشكيل لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي والموضوع الانتخابات هذا البرنامج داع الحكومة أو هذا اللي على أساسه تشكلت هذه الحكومة وواضح أنه هذا برنامجها بينما على صعيد الناس الناس ما كان عندها توقعات كثير عالية بموضوع الحكومة ولذلك هن بهذا الموضوع تحديدا الناس يعني تهدئت النفوس لعبوا بمسألة الدولار اللي من الصبح لبلال تغير ونزل تغير ونزل أربع خمس تلاف دولار ولكن كانت توقعات الخبراء المال أنه رح يرجع يرتفع وهي عم يرجع يرتفع فالناس لا الناس اتدمرت ببيوتها بخلال هذه السنة ونص الماضية إذا ما بدنا نقول سنتين الناس تركت البلد وعم يشهد البلد هجرة بترجعك لأيام الحرب العالمية وقت اللي هاجروا اللبنانيين يعني بعد وصار عنوانا لها الهجرة هلأ اليوم عند بعض اللبنانيين الهجرة هربا من العهد القوي لا مش عملية هربا من العهد القوي لأنه ما عد فيه بالمسألة اللي حاصل بلبنان مش عملية أنه عهد هو هذا النظام اللي تآكل من 30 سنين لليوم أدى قصته هو هذا النظام اللي يدمر كل البلد يعني نحنا فقنا فجأة كشعب لبناني أنه لقينا حكم المصرف أو حكم اللي كان بالبلد يعني أدى إلى أنه أفقرت الناس أكثر من 82% من الناس أفقروا صاروا تحت لغولك كل شيء أو في عندك ملياردرية ما بقى عندك حتى ملياردرية طبقة الوسطى ما عادت موجودة لا طبقة ووسطى ولا طبقة غنية معتدل يعني أو عندك فاحشي السراء واللي هني عم يشكلوا الحكومات واللي مسيطرين على البلد والفقراء يعني الفقراء والأشاد فقرا والفقر المطقع وكل هذه الأمور أنت اليوم عم بتواجه هاي دي الحكومة كيف بدأت تواجه موضوع لأنه بلشت بالسفارة سفارة الولايات المتحدة بلش الموضوع الاجتماعات مع الأمنيين لدراسة هذا الموضوع يعني نحن عم نعيش هاي دي السنة حرب كنا مش موضوع أنه عهد قوي وعهد أضعف وعهد تسوي وعهد توافقي هي حرب على لبنان نحن عم نعيش حالة حرب على لبنان مما أدى لا لم تنتهي الحرب أنت بعدك بهيدي الحرب يعني لم يفصل تشكيل الحكومة لبنان عن المرحلة اللي سبقت لم يكن هذا التشكيل فاصل بين مرحلتين مرحلة الصراعات والنزاعات والمشاكل الاجتماعية اللي عاشا اللبنانيون ومرحلة تانية يقول أو يرغب اللبنانيون بأنه تكون مرحلة هدوء وازدهار وبدأ تطور أو صعود من جهنم الذي وصلنا إليه ما أقول لك يعني بعدنا كنت عم وصف الحالة أنه فئنا بليلة ما فيها ضوء أمر فئنا كلنا أفقرنا سرقت ونهبت أموالنا من قبل المصارف والودائع اللبنانيين وكل هذه العملية التي حصلت خلال السنة الماضية اليوم أنت بتخاف هذا الازدهار والكذا اللي عم بيبعدوك فيه أنه يكون بيع أصول الدولة لأنه أنت شو عم يحكوا بموضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي عن الإصلاحات المطلوبة ولكن كان خاطر أن شيء خاطر لا يريد بيع أصول الدولة كان واضح بهذا بس هو حتى قبل ما يجي وقت اللي تكلف كل الوقت عم يحكوا أنه نحن هذه الحكومة تخصصها التفاوض مع الـ IMF وموضوع الانتخابات يعني بتؤذنوا الـ IMF شرط الأساسي بيع أصول الدولة طبعاً فيه شروط للـ IMF وفيه شروط للدول الغربية إن كان بيسادر ولا غيرها ما كنا بالماضي وقت اللي حصلت ساد كنا عم نحكي عن موضوع هيمنة الدول الغربية وإنت بالتفاوض اللي عم تحكي فيه ما بعده بخلال أثناء التفاوض حول تشكيل الحكومة كان عم ينحكى عن موضوع المرفق كان عم ينحكى عن المرافق اليوم بالحكومة عم ينحكى عن إصلاحات مش إعادة هيكلة المصارف إصلاحات بالنظام للقطاع المصرف لتعويمه بالسياسات اللي هو مار فيها ما في حدا بده يحاسب حدا بهذا الموضوع أنت بهذه الحكومة بتشكيلة هذه الحكومة كان فيه محاصصات لكل الطبقة السياسية اللي أنت عم تشتكي منها إن كنت بالعهد الأوي ولا الشعبي يعني الكل كان عم يشتكي من هذه المحاصصات ومن هذه التغم السياسية اللي كانت بشاركة ورجع شاركت هذه التغم السياسية شاركت شاركت حتى حاكم مصرف لبنان حتى حاكم مصرف لبنان قلو حصة بيه مش بس باللجنة عن طريق يوسف خليل وعن طريق كمان باللجنة اللجنة اللي يفترض تشكلت بخصوص التفاوض مع صدق النقد كمانا الرئيس الجمهورية فيها دور كبير مزبوط مزبوط وهنا الانتقاد لرئيس الجمهورية أو لنجيب ميقاتي أنه أذعا لرئيس الجمهورية وسمح له بأن يكون له شخصين يفاوضان باسمه في هذا الوفد هلأ هو الموضوع بموضوع الإذعان ولا غير الإذعان بالنهاية حق الرئيس الجمهورية أنه مطالبه وموقفه اللي كان متمسك فيه هي بموضوع التوقيع على تشكيل الحكومة المشاركة في تشكيل هذه الحكومة هذا أول إنجاز كان بهذا الموضوع يعني اضطر نادي رؤساء الحكومات يسلم أو الرئيس ميقاتي يسلم بموضوع شراكة رئيس الجمهورية بتشكيل هذه الحكومة باعتبار أنت عم تعطي الحصص لجميع الأطراف يعني ما في حدا ما سمى بهذه الحكومة وبالتالي رئيس الجمهورية ومن الأساس رئيس الجمهورية واللي كان عم يطالب بكل المؤتمرات التي حصلت بالسنة الماضية وهو عم يحكي عن موضوع التدقيق الجنائي وعن موضوع التفاوض مع الـ IMF وكل هذه الأمور هو مش معترض عليها يعني في أطراف أخرى يبدو أنه ممكن يكون عندها تحفظات ولو أنه أعلنت أنه ما عندها مانع بالتفاوض مع صندوق المكتوب حزب الله قد يكون من هذه الأطراف سيدة رية يعني هناك كلم كثير عن موقف حزب الله من التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإذا كان سيسهل هذه العملية أو سيصعبها حزب الله من وقت سادر هو عم يحكي عم يحذر من موضوع الهيمنة وقال بوقتها أنه يجب مناقشة كل بند ببنده وهيكي بيجي الرد عليها هو أثر على الشراكة بموضوع الحكومة يعني كان المطلوب إقصاءه من الحكومة وهلأ رايحين على الانتخابات معتبرين أنه بعد هذا الحصار وبعد هذه الحرب أنه قد يفقد من شعبيته وهذا كل الإحصاءات وكل التقارير اللي عم تحكي فيها أنه التركيز على موضوع الأغلبية وموضوع تيار الوطن الحر داشفقد من شعبيته وكمان أنه محاصرة حزب الله أو السنائبة بهذه المسألة وبالتالي لا هنه رح يبقوا موجودين بالمجلس النيابي وموجودين بالحكومة ويفترض هذه الأمور سوف تناقش بالحكومة والقرارات رح تطلع من الحكومة ولذلك هو كان عم يقول بوقته أنه كل بند ببنده لازم مناقشته إن كان مع صندوق النقد الدولي من أكثر من سنة سمحت الأمين العام أعلن موقفه بموضوع أنه لا مانع لديهم من مفاوضة صندوق النقد بس حط ثقوف معينة لهذا التفاوض حط ثقوف ما أنت أساسا يعني بهذا البلد المفترض الكل عم يحكي عن ثقوف السيادة والحرية والاستقلال بس أنت اليوم دفعت بهذه الحرب دفعت بالبلد إلى هذا التفاوض لحتى تكون من موقع أنه بموقع إنقاذ موقع الديون بيجري بايع كل شيء مثل ما صار التنازل وكل الوقت بدون يحكوك عن إهمال وعن سهوة كمان أنه بموضوع الحدود البحرية بموضوع الأبرص والأبار بموضوع مرفق بيروت كل موضوع ميدفشوه على موضوع الأهمال ولكن بالحقيقة هاي عملية أنه لا كباشات أنه أنه بينطروا مثل ما ععدوا سنة وثلاثة شهر لحتى يشكلوا حكومة وبينطروا الضوء من الخارج يعني لحتى يحلوا هذه المسائل يعني حتى معضلة صندوق النقد الدولي بانتظار ضوء الحارج من أجل السير فيها قدومان علما أنه رئيس نجيب ميقاتي كمان تقول مصادره ووساط رئيس ميقاتي أنه وضع لنفسه مهلة حتى نهاية العام من أجل إحراز تقدم بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي والأخبار هي بتقول أنه عطى لنفسه ثلاثة شهر موضوع التفاوض وإلا رح يصير التركيز على موضوع الانتخابات النيابية علما أنه ثلاثة شهر تفاوض مع صندوق النقد بيشوف في الكتار أنه تأخذ في بلدان أخرى سنوات من أجل وضع خارط الطريق وخارط التعمل مع صندوق النقد دعم هو صندوق النقد يبدو أنه حاطت خريط لا حاطت خريط الطريق وإنت يعني أدو كل الظروف من أجل التسليم لصندوق النقد بس حققت بعض الظروف اللي كان يطالب فيها صندوق النقد الدولي إذا كان بموضوع معاشات الموظفين المعاشات تأكلت إذا كان بموضوع رفع الدعم رفع الدعم يرفع تلقائيا بلا ما يحرك ساكن صندوق النقد الدولي يمكن بعد فيه بعض الأمور التي تتعلق بحجم القطاع العام الأمور التي تتعلق بالمصارف يعني فيه بعض النقاط بس المجمل الأمور تحققت هذه الحرب اللي قاموا فيها نقلبت عليهم يعني اليوم أنت وقت اللي بتشوف هذا الخوف والرعب على موضوع المؤسسات الأمنية والجيش والحاصل فيها من تسرب إلى استئالات إلى هرب إلى هجرة إلى كل هذه الأمور كمان هذه بتخوفهم بمكان ما أنت وقت اللي بيكون يعني عم بت فرط الدولي بهالطريقة هاي دي نباشت لبناء عم فيه ناس بلشت تنعي لبنان يعني بكتاباتها وبتحليلها وحتى بالتصريحات وبالتالي أنت بهيد الحالي يعني أنه كيف بدك تعمل عملية إنقاذ عن طريق صندوق النقد الدولي ولذلك أني رح يفشل وعاطين لنفسهم حتى الرئيس مئاتي عاطي لنفسه ثلاث أسابيع لحتى يبلش بالتفاوض والإنجازات بس الفشر شو بديله يعني إذا نحكي اليوم عن الفشر مع صندوق النقد الدولي ما هو بديل هذا الفشر السقوط مدوء أكبر حضرتك عم تحكي أنه في كتير ناس نعيوا لبنان وفي كتير ناس ربطوا خلاص لبنان بصندوق النقد الدولي إذا لم يأتي الخلاص عليها صندوق النقد الدولي هم حرصوا على بكل هذه الإجراءات التي حصلت الديون والسياسات التي تبعت سياسات الحكومات المتعاقبة التي حصلت هم دفشوا بالأمور أنه لا خيار لنا إلا صندوق النقد الدولي بس نحن بهذه السنتين على الأقل كان عمين حكى بحلول إنقاذية أخرى وصار في عروضات أخرى من التوجه شرقا من العروضات الأخرى أنت شوف مصلحتك وين وفاوض يعني خلي لبنان ما يكون هالأد يعني مهرول باتجاه يعني يصير فيه سلوك أنه دولة بهذا الموضوع والتفاوض من دولة للآخرين مش من أطراف من أفريقاء وكل واحد قلو رأي بهذا الموضوع أنت شوف بشكل عملية عملية لجنة اللجنة للتفاوض مع اللي شئ اسمه مش ملت شرشع أخبار عن اختلاف فيما بينهم ما كان بالأول وقت وقت ليش وقفت وقت حسن دياب مش قالوا فيه ثلاث أرقام وثلاث تقارير وثلاث مفاوضين يعني كان فيه عندك حكومة حسن دياب وحاكم مصرف لبنان والمصارف بأعتقد بس حتى لو فيه خليف رشح داخل هذه اللجنة نجيب ميقاتي قادر على بتاع فيه حضرتك كيف بدور الزاوية رئيس ميقاتي بدبلوميسية مطلقة وكيف اشتاز أكتر من اختبار طوال الفترة الماضية وشفنا بعد ولادة حكومة وشفنا كمان بأول أيام الحكومة بعض التعثرات اللي كانت موجودة وقبلت من رئيس ميقاتي بهدوء وبحل الأمور أنه فيه قرار بأنه بدنا نحلحل الأمور ويمكن كمان شخصية الرئيس ميقاتي بأنه بيعرف يدور الأمور ساعدت بأنه يعني مش عملية هي أنه الرئيس ميقاتي هو اللي ساعد ولا تشبس سعد الحريرة ومن وراء نادي رؤساء الحكومات هني اللي فقط كانوا معرقلين تشكيل الحكومة لا في عندك العامل الخارجي هو اللي لعب دور كبير بموضوع تشكيل الحكومة وهو نفس العامل اللي اليوم يريد تسليل عملية التفاوض مع صندوق النقد لا هو يريد دفعك إلى عملية التفاوض مع صندوق النقد وصندوق النقد يعني خلينا نوقف لحظة وحدة حاجة لكل اللي عم يحكينا بموضوع الإصلاحات نوقف دقيقة على مصطلح الإصلاحات المطلوبة هل هي إصلاحات مطلوبة دبح وصارين بيقولولك إياها إجراءات آسية وإصلاحات أنه لازم أننا نقوم فيها هل يجب أن نتحمل أننا سوى مرحلة آلاتية من أجل الخلاص هذا التعب هذا التعب يا رئيس تماما بس هي حرب اللي عم يصير هي شروطات آسية من صندوق النقد الدولي لما رح بتقدي إلى خلاص لبنان يمكن إلى إلى بيعه يعني عم قل لك أنه رح منلاقي حالنا كمان مثل ما نهبت أموالنا من المصارف ومثل ما صار انفجار تفجير مرفق بيروت وتفجير القطاع المصرفي تفجير القطاع الاستشفائي والصحي بالبلد القطاع التربوي يعني نحن اليوم عم نحكي ببداية العام الدراسي وما يرشح عن المصائب والويلات بهذا القطاع لأنه كمان لا قادر تأمن يعني حتى بموضوع الرواتب اللي هي انت عم تفترضها انه إصلاحات يطلبها صندوق النقد الدولي بموضوع الرواتب والقطاع العام والكذا اليوم التركيز ليس على القطاع العام بموضوع المدرسة والجامعات البلدنية بس بنفس الوقت سيد السورية ما بدي فوت كتير بموضوع القطاع العام بس القطاع العام متفلت كليا بالتوظيفات انت بتعرف التوظيفات الموجودة بالقطاع العام لارضاء بعض المصالح وبعض الاهداف السياسية كلنا ندرك هذا الأمر وكلنا قبل ما يجي صندوق النقد يقلنا حجم القطاع العام كبير مين اللي بدي يحل هذه المعضلة مين اللي بدي يحل هذه المعضلة بتنظيف بتنظيف الادارات اي حكومة مش الحكومة اللي هي ما انت عم تشتكي بموضوع المحاسسات وبموضوع التوظيف بس يقول الوقع لحل لديها مش متل قبل فيها تلعب وترجع شو بتخسخص الجيش و بتخسخص القوى الأمن الداخلي و بتخسخص مطلوب الخسخصة مطلوب المقالق بموضوع الرواتب بموضوع الرواتب والقطاع العام بحجمه الطبيعي ما فيك تحلها انت بموضوع الحكومة ما قداش اخدت مش نقاش بسنة لا اذا منعمل 12 وزير ولا منعمل 24 وزير يعني حتى بهذا بموضوع الحكومة كان فيك تخلص من عدد الوزراء يعني يلي مستفيد من القطاع العام وعمل منافع من القطاع العام موجود بالحكومة و سيرفض المس بحجم هذا تماما ما انت اساسا ما انت هايدي حكومة انتخابات كيف دك تعمل تصرف الناس بناتك تتحدث فيها منذ بعض الوقت بس بكل الاحوال بكل الاحوال ما بقى عبق على الدولة هي الرواتب القطاع العام لانه شوف قداش صارت ملاليم يعني مثل ما ادري حد موضوع هذا لي كيف البداية انه ذاك المطلوب حجم القطاع العام من ناحية الرواتب هذه الرواتب تأكل تلقائيا تماما تماما في نقطة كتعة تتحدث فيها عن ارتهان لبنان بحال النجح او بحال تم التفاوض مع صندوق النقد الدولي على شروط معينة اي يدرك الرئيس عون هذا الموضوع وهو المطالب دوما بالذهاب باتجاه الصندوق واتمام المفاوضات هو المطالب الرئيس عون كان عم يطالب بموضوع التدقيق الجنائي وبموضوع انه هو لمنع لديه بموضوع التفاوض وعم يطالب يكون مشارك بهذه عملية التفاوض وهو حفظ منيات الاساسية وحط مستشار لألو لانه خلاص وصلوك بمكان انه ما عنا خيار اخر انت حتى بعملية التفاوض على تشكيل هذه الحكومة كان كل الوقت عم ينحكى انه هاي دي الحكومة بده تجي على اياسات التفاوض مع صندوق النقد الدولي وكل الوقت ما في كلمة يعني كلمة اي كلمة لا بين المبادرة الفرنسية اي ام اف ووسادر وطريقة الشحاد اللي كانوا عم يحكوا فيها ولا حدا من هاي دي الاطراف كانت عم تحكي باجراءات حقيقية حتى الرئيس عون طرح موضوع السوق المشرقية والتبادل بين العراق وبان لبنان بين سوريا فتح الحدود مع سوريا والتبادل مع سوريا وعبر سوريا طب ام تتحقق هذا الموضوع مش هاي دي ماشي من قبل سنة او قبل تسعة تشهر طرحها الرئيس عون اليوم بلش الحكي فيها اليوم بعد الموافقة الامريكية على هذا الموضوع بعد انه مش قادرين يلاقوا اي خلاص الا ان كان بدك تستجرار الكهرباء من الاردن او بدك تجيب الغاز من مصر بدك تمر عبر سوريا او بدك تجيب النفط من العراق كمان بدك تمر عبر سوريا وبالتالي حتى بموضوع النفط الخام والتكرير كان بدل ما تروح على الامارات ويصير بدك النفط المجاني يصير بدك تدفع حق وتكرير للامارات بسوريا بتصور عندهم محطات تكرير لانه عندهم نفط هنه كمان بيكرروا ببنياس وبالتالي انه انه انت لابد ما ترجع تحكي بالعلاقة مع سوريا قبل ما تحكي بموضوع صندوق النقد الدولي يعني الكل قال ما عنا مانع تتفاوضوا مع الولايات المتحدة مع كل الدنيا وين بتلاقوا في خير لمصلحة لبنان هل شفت بعد بالكلام المطروح من اول تشكيل الحكومة الى حد اليوم حد عم يحكي عن موضوع مصلحة لبنان عم يحكوا عن مصلحة صندوق النقد الدولي عم يحكوا عن اصلاحات اه ترجيوا مالا انا ضد كلمة اصلاحات عن شروط صندوق النقد الدولي اللي هي الشروط اللي هي مصلحة صندوق النقد الدولي اللي هو بيخرب بلدان العالم فيها عم تحكي انت عن سوريا كنت عم تحكي حضرتك عن سوريا وانه التوجه الى سوريا لانه سوريا هي البوابة الوحيدة يلي لبنان قدر انه يسلك الرئيس نجيب بقاطر ما عندك اي حل اخر طب هون بهذا الموضوع سؤل الرئيس نجيب مقاطي عن سوريا كان جوابه انه هو مستعد للذهاب الى سوريا ولكن فيه شرط اذا كان هذا الامر لا يمس بلبنان ويفرض عقوبات على لبنان لانه بالنسبة لرئيس مقاطي مصلحة لبنان فكل اعتبار ومصالحه الشخصية طبعا رؤوس الاموال اللي عنده بره ومصالحه اكيد بده يحط بعين الاعتبار موضوع العقوبات بس كلامه مش منطقة يعني كلامه اليوم مش منطقة اذا كان الذهاب الى سوريا يعرضنا من جديد لفرض عقوبات بوقت اخذنا استثناءات بالشكل لانه بعد ما تم شيء بالكونغرس يعني كلمه منطقة انه احنا ملنا مضطرين مرة جديدة نروح على سوريا شو هي العقوبات يعني ماذا سيحل بلبنان اكثر مما حل به شو هي العقوبات اي استثناءات من اللي عطاها هذه الاستثناءات انت لو ما قدرت تروح على سوريا لو ما اتخذت الحكومي قرار انه تروح على سوريا وتتفاوض مع سوريا كنت بتقدر تجر غاز نحن بعدنا هذه الاستثناءات اللي اخذتها بعد هذه الامدادات والانبيب اللي موجودة بين سوريا ولبنان على اساس وعدت مصر فيها بس بعده ما اجيها الازن من من الولايات المتحدة بس السوريين اتصلوا وقاموا بالاجراءات وقاموا بتهيئة الموضوع وهن بدورهم عم يعملوا مفاوضات تسمح لي ماذا نريد السوريون من كل ما يجري اي استفادة مباشرة لهم بدنا كمان نكون واعيين اخر شي صلنا بنسمع لدى البعض انه سوريا كاريتاس ومحبة لبنان والاخت الكبرى للبنان اللي بدأت ساعده بس بسيس كلنا بنعرف انه فيه مصالح للدول لا تكون الامور كونيفة كانت شو المصلحة السورية بكل ما يجري اليوم اولا المصلحة السورية العلاقة بين لبنان وسوريا وهذا اللي حكى عنا الرئيس عام باعادة تفعيل المجلس الاعلى اللبناني السوري وبالتالي هي المصلحة مشتركة بين لبنان وسوريا ونحن مش بحالة عداء مع سوريا يعني خلال عشر سنوات يعني تأذت سوريا كثيرا من لبنان بس هي العلاقة اللي بيننا وبان بس العالم كله كان بحالة عداء مع سوريا وبالتالي انطلاقا من هون تكسر سوريا حصارة من بوابة لبنان لا شو تكسر حصارة من بوابة لبنان ما هيها فتحت الحدود مع الاردن قبل ما تفتح الحدود مع لبنان هذا اذا بدنا نفترض نحن حصارة سياسي انه في حصار حصار السياسي لا حصار السياسي وقالت الواضحة كانت بكسر هذا كسر مكان يعرف بالحصار على سوريا قانون قيصر عن طريق لبنان عن طريق الاستثناء الامريكي للبنان هذا الامريكي عمل هذا بس هذا مش السوريين استفادت منه سوريا واعادت فتح البوابة العربية لألا لا البوابة العربية لألا صار الله سنتين عمين حكب فيها بس صار الله طوالحة يعني بعد اعادة فتح سفارة الامارات والكلام والزيارات وتبادل الزيارات مع وفود سعودية بهذا الموضوع ومصر العلاقة مفتوحة معها والاردن اليوم انفتحت على مصر عايها فلنقول فتح البوابة مع ملايات المتحدة الامريكية كيف فدك تقول فتح البوابة السوريين حتى وقتا اللي استقبلوا الوفد اللبناني لم يقولوا انه هن استقبلوا الوفد اللبناني بطلب من الامريكيين لبنان ولا مرة كانت موصدة لأبواب بوجهه في سوريا يعني اذا بتتذكر بالسنوات الماضي وبيعز الحرب على سوريا راح وزراء كتير على سوريا وكل مرة كان يطلع القرار انه هولي رايحين بشكل شخصي وما الا علاقة لمجلس الوزراء بهذا الموضوع ومش مكلفين رسميا بهذا الامر وحتى الوزير وهبي باخر مرة صار انه صار فيه دعوة له للتوجه الى سوريا او لزيارة سوريا من اجل التفاوض على موضوع النازحين وغيره اجتوا السفيرة الامريكية وقالت له دير بالك من موضوع قيصر وهي وقت بخطأ تقني يمكن او اي شي ما اليوم ممكن نرجع لهذه النقطة يذهب رئيس ناجي في قطع ويبدأ رغبة بزيارة سوريا ضمن اطار التعاون اللي عم بيسير بالغاز والكهر ما عنده حل اخر الا بده يتفاوض طب العصر الامريكي بعده موجود الفتح الطريق الزيارة اللي راحوا فيها الوفد لمهدلة اللي عباس ابراهيم الرئيس مئاتي مجبور مش بس الرئيس مئاتي والرئيس عون كمان بده بفترض انا كان فيه تفاوض بينه او فيه زيارات مفادين بينه وبين السوريين لانه اذا بتتذكر اول مهنئين لقلو بموضوع وصوله للرئاسي كان السوري والايراني وتوجه له دعوة وبعدها لم تأتي الفرصة المناسبة لحتى يروح على سوريا مرارا عن امكانية زارة سوريا وكانت تنفيذ دوائر القصر هذا الامر تماما تماما خلينا قبل ما انتبع بالحوار نروح الى فاصل ومن بعدها استفيد في موضوع العلاقة مع السعودية في موضوع الانتخابات النيابية وملفات متشعبة مع سيدة ثورية عاصي بعد هذا الفاصل كنا عم نحكي قبل الفاصل عن علاقة مع سوريا ولكن في شوق تاني هي العلاقة مع المملكة العربية السعودية المحاولات التي تخذ من اجل زيارة لرئيس ميقاتي الى المملكة العربية السعودية وايضا المحاولات التي يقوم فيها رئيس الفرنسي امانويل ماكرون وكان في اتصال مؤخرا من اجل ما بعرف حش الدعم للبنان قد تكون المملكة مسهلة بالموضوع خصوصا في شق الخليج منه واضح انه بالمملكة حسب ما عم بيتردد يعني واني عم يصرحوا بهذا الامر انه موضوع لبنان مسكرين عليه نهائيا وخاصة بعد تصريح ولي العهد وقتا اللي حكى انه دفعوا عشرين من مليار دولار دولار بلبنان وما حدا شايفهم يعني كيف ضاعوا يعني هو بهذا المعنى كان عم يحكيها فبتصور انه الموضوع ما له علاقة بالتفاوض المباشر بين لبنان لانه لبنان لم يعتدي على المملكة العربية السعودية يعني اللي صار العكس وحتى بموضوع بموضوع لا مش اليمن يعني الحلحلة على الصعيد اليمني قد تنعكس ايجابا لا لا مش اليمن لا لا مش اليمن هو من يستفز المملكة هذا هو الموضوع يعني في اليوم تقدم كتير واضح صار ومعلن بالتفاوض مع الايرانيين بهذا الشأن وبتصور انه حزب الله يعني لم يعتدي على المملكة بسعودية هني حاطينه حسب التعليمات الامريكية كل دول الخريج حاطينه على لوائح الارهاب ولوائح الحصار بس كيف فيه انا ما بدي فوت بكتير ما بدنا نفوت بكتير كلام يوجه الى المملكة العربية السعودية على لسان سيد نصر الله سابقا وبعض القيادات الحزبية في حزب الله هذا اللي انا عم اقوله يعني انه اولا حرية التعبير عن الرأي متاحة بلبنان كل واحد قلو رأيه بس بكل الاحوال ما انت كمان رشح بالمقابل كلام عن يعني صحفيين مقربين فيه عشرين مليار اندفعوا باي اتجاه فيه كلام كان مع الرئيس ميشيل سليمان ومع الجيش حتى اليوم وقت اللي انحكى بمساعدات للجيش حكى السفير السعودي كان واضح بموضوع انه ما بدنا نعطي شيء للجيش لانه الجيش كان تعهد او هني كانوا مفترضين انه يتعهد بمواجهة مع حزب الله لم تحصل هلأ بدك تقولي انه هيدا كلام كلام صحافي لا ما هني عم يقولوها بالعلن وانت عم تقولها بالعلن موقف المملكة من حزب الله موضوعنا مش هون مش المملكة تحديدا يعني لانه متل ما احكينا عن المبادرة الفرنسية وعن الرئيس ماكرون وعن تشكيل الحكومة بخلال 13 شهر التفاوض الذي حصل خلال 13 شهر يعني كان صار واضح لدى الجميع انه مين اللي قاين بهذا الحصار وحتى بالتصريح الامريكي او متل ما سميته انت انه هالا استثناء اللي حصلنا عليه بموضوع الغاز والكهرباء بموضوع قانون قيسار لبعد مقشة الموافقة من الكونغرس صحيح العنوان ولذلك مجمد اي خطوة من مصر وغيرها وبالتالي انه هيدا الموضوع طب اين هي المشكلة السعودية سيدة ثورية اين هو العمق المشكل بين لبنان والمملكة العربية السعودية هذان البلدان كان شقيقين طوال سنوات وسنوات المملكة العربية السعودية لكن بعدك عم تحكي وقتها اللي كنت عم تحكي هيدا بموضوع الاشقاء ومش اشقاء نحنا صرنا بزمن مختلف ومتغير ويعني حتى هيدا المفاهيم وهيدا تغيرت انت حكت الاخوة اللي كنت عم تحكي عن موضوع سوريا وانه مش مقتنع بانه في المجلس الاعلى للاخوة والتعاون بيننا وبين سوريا ومش مقتنع انه سوريا بس هاك انه لانه وكاريتاوس انا مش مقتنع انا عم تسأل اسئلة انت عم تسأل اسئلة بس انه يعني في ناس مش مقتنع انه الموضوع العلاقة الاخوة والقراب كذلك في ناس مش مقتنع بالعلاقة اللبنانية والسعودية الموضوع مش موضوع اخوة ومين الشقيق الاكبر اذا هو سوريا ولا السعودية كل واحد كان عم يعمل مصالحه بهيدا الموضوع يعني في 20 مليار اندفعوا بلبنان نحن منسأل السعودية لمين دفعتهم واللبنانيين وين صرفتوهم لهول 20 مليار ما زالنا مش قادرين نلاقيهم لا بالكهرباء ولا بالماء ولا بالصرف الصحي ولا بكل البناء التحتية بلبنان بس هي السعودية تقول انه دفعت هذا 20 مليار لمساعدة اللبنان واللبنانيين وين انصرفوا هذا السؤال طيب 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 حتى بالفترة الماضية كان عم ينحكى انه كان وكلاء هون واعتمادهم على موضوع الرؤساء الحكومات وعلى رأسهم الحريري وتوابعه او اللي بيجي من خلالهم اللي تحولت اليوم انه لا الوكيل الاول لانه هذا شفناها وقت خطف الحريري انه القوات اللبنانية وسامير جعل فهلأ انه السعودية شو معاييره بموضوع العلاقة مع لبنان هذا موضوع اخر وبالتالي انت تأكد يعني بهذا الموضوع وقت اللي بيجي القرار الامريكي بالانفراج بهذه العلاقات ان كان مع السعودية ولا مع كل دول الخليج بده يصير فيه ولذلك ما نوقف عند هايدي الحدود لانه العلاقة مع دول الخليج ما انه علاقة سيئة كويت دوما الى جانب لبنان وهي مازالت وابدت عن استعدادها الامارات العربية المتحدة ساهمت بدفع لبنان بموضوع اكسبو 2020 وانه يكون لبنان جناح رغم كل التكاليف الباهضة يعني فيه دعم بمكان معين ولكن كل الاعين شاخصة الى المملكة ليه ما شفناهن هو للدعم ليه انه بقينا محاصرين نحن سنة تقريبا والناس كانت عم بتموت على الشقس موصر فيه محارق احترقت الناس من وراء البنزين وفقدان هايدي اللي هي مشكلة الدولة بتدعم بالشكل يالي ترى مناسب للدعم طيب انه بس لاش ما حصل يعني الدعم الكويت الى لبنان اتى مرارا عن طريق مساعدات غزائية يعني هيدا اللي انت هيدا ما عم يتناقض مع اللي انا عم اقوله بموضوع الادوي بموضوع المستشفيات بموضوع شا اسمه طيب نحن عم نشوف الموضوع بشكل اخر كما فيك تشوفه يعني وقت اللي بيروحه اهم اطبة من لبنان على دول الخليج والمماردين بالهجرة اللي عم تصير اليوم من لبنان شو الهجرة هيدا مش سرقة شا اسمه دفع الناس بهاد طريقة هيدا هيدا استقطاب لما يكون الوضع سيء جدا في لبنان طيب انت كيف هم تساعد لبنان بهيدا الحالي هيدا كيف هم تساعد لبنان بعطينا لبنان عشرين مليار دلا cancer وقال له مش الحال خلاص ما عطيته يا ما عطيته عطيته مصاري وحطيت ودايع وما كان يمشي الحال كيف ما كان يمشي الحال بشو في اجندا لهيدا في مشروطة هيدا المساعدات او مش مشروطة لذلك نحن عم نحكي مين نحن مصلحتنا مين يساعدنا مش لحتى نقوم من هيدا جورة اللي وقعونا فيها من هيد الجهنم لحتى نقوم بدنا مساعدات بس مش على طريقة انه العشرين مليار والمليار ونص والنص مليار لا بدنا مشاريع انقاذية لهذا البلد بدك تزبط موضوع النقل العام بدك تزبط موضوع سكت الحديد بدك تزبط موضوع المياه بدك تزبط البناء التحتية يقبل حزب الله أن تعود المملكة من هذا البلد المشاريع البناء التحتية هو حزب الله طرد السعودية من لبنان بعد حرب تموز ما كانت السلامة السعودية وسلامة قطر وسلامة الإمارات مناطق وهي اللي اعادت الاعمار فيهم تختلف الوضع اليوم من 2006 وال2021 تختلف الامور كليا بالسياسة هلأ حزب الله هو اللي طرد مش عند تشكيل الحكومة صار في سحب للسفير السعودي من لبنان هادي مواضيع بدك نفوت فيها للآخر للتشاور للتشاور طيب بعد السفير السعودية إلى لبنان أوكي وبالتالي العلاقات جيدة هلأ هني عم يقولوا ما بدون يعملوا تبادل أنه عملونا مثل يعني اسكوبار موجود بلبنان وبس لبنان ما بيصدر إلا مخدرات وتخريب وكابتاجون وهيك أساس لا لبنان ما فيه أشياء أخرى وهيدي يفترض بدأت تتحلح لهيدي الأمور يعني أو عن طريق العراق أو عن طريق مصر شفنا السفير المصري راح وقال بدون سقف وبدون أرقام موضوع استيراد التفاح اللبناني والعراقيين بدون هيدا التبادل يعني ما بتتوقع يا سيد السورية أنه مع الانفراج السعودة الإيراني أن يكون هناك انفراج سعودة مش محتاجينك مش محتاجينك دول الخليج مش محتاجين لبنان اللي بدون إياه من اللبنان عم يعملوه عم ياخدوا خبرات وطاقات بشو بحتاج لدول الخليج أنت بحاجة بحاجة لتعمل الاقتصاد الاقتصاد اللي بدك تعمله بدك سوء لأله محتاج لسوريا وللعراق وللأردن أكثر ما أنت محتاج لدول الخليجية حضرتك بتعرفي وقت صارت خبرية الكابتاجون كيف المنتوج اللبناني وقف من الدخول إلى المملكة العربية السعودية وما تكبدر القطاع أي تصدير ما هي لأنه أخذوها الموضوع بمجلس الأسواق المشرقية وبحاجة إلى كل الأسواق العربية الشقيقة تماما بس أنت عامل حصار على لبنان مش لبنان اللي محاصر السعودية مش لبنان اللي محاصر الإمارات مش لبنان اللي محاصر العراق أنت اللي محاصر الآخرين هني اللي محاصرين لبنان ولبنان بالغبل اللي كان بالسياسات الماضية كمان أضاف على الحصار حصار وقت اللي أقفلت حدودك مع سوريا ووقت اللي قطعت العلاقات مع سوريا ووقت اللي طالب الإذن بأي تشاور مع سوريا وغيرها وعندنا التجربة كانت واضحة للعيان أنت ووقت اللي نقطع الأكسجين عندك رحة اضطرات تلجأ على سوريا بعد منتصف الليل واليوم نفس الشيء لما بدك الغاز والمصر والكهرباء الأردنية مضطر تطلع على سوريا ما عندك خيار آخر وبعدك عم تحكي عن التفاهمات بالمنطقة والتغيير بالتفاهمات بالمنطقة فيه كل تفاوض سعودي إيراني وفيه محادثات سورية سعودية أنا بطلع سيدة سوريا إلى سوريا ولا منع من أنه يكون في هونينك طلع على سوريا بس المهم أن لا يتحول الموضوع إلى العودة ما قبل العام 2005 وهذا هيجس لبناني كبير شو الهجزة لبناني أنك ترجع على مرحلة ما قبل العام 2005 أي يكون هناك معادلة حكم سوريا على رأس هذه المعادلة سوريا لما طلعت من لبنان ليس اللي أن تعوده كان في علاقات يعني بعد 2005-2006-2007 كانت العلاقات الطبيعية بيننا وبين سوريا وما كان فيه أي مشهد من مشاهد عملنا سفرات بيننا وبين سوريا ومن أهم السفر الناشطين على الأراضي اللبنانية هو السفير علي عبد الكريم علي اللي صار له 11 سنة بتصور ففي علاقات ممتازة كانت بيننا وبين سوريا وما كان فيه ولا أي مؤشر قبل 2011 من أجل العودة يعني قطع ست سنوات يعني قبل ما يفوت لبنان بهذه الحرب ضد سوريا قطع ست سنوات على موضوع الانسحاب وعدم العودة إلى ما قبل 2005 ما جبنا الإيجان تحقيق واتهمنا سوريا واتهام سياسي واتهام سياسي اليوم في حديث عن صغير حكم جديدة اللي لبنان تكون على قاعدة سين سين من نوع آخر سوريا أيضا وسعودية إنما بتوازنات أخرى هذا الوقت اللي بعدها كنت عم تحكي عن موضوع الطائف وإذا بعدهم متمسكين بالطائف وانت عم تعمل تغييرات عملت تغييرات بهذه الحرب الطائف بعد وقائم حتى اليوم ولا أمكانية لأسقاطه على ما يدوه فليلتزموا ببنود الطائف يعني فليلتزموا ببنود الدستور فليلتزموا بإجراء الانتخابات على أساس الغاء القيد الخارجي القيد الطائفة فليلتزموا بأنه يعملوا مؤتمر حوار أو مؤتمر تأسيسي لهذا البلد لحتى ترجع تنطلق منه بحكومات وطنية تحصل مش تجي الحكومات من الخارج وبالتالي أنت مش عم تلتزم يعني ما في حدا عم يلتزم ببنود الطائف والدستور والمخاوف من موضوع عودة السنسين ما هي مش رح ترجع العلاقات السعودية السورية مثل قبل وصارت واضحة معالم وطبيعة الصراع بالمنطقة أنه مش السوري والسعودي هن اللي بيقدروا بيرجعوا يحكموا أو يقرروا بلبنان يعني ما فيه صراع أكبر يعني شفنا وفود روسية شفنا قرارات اتخذت بروسيا الاتحادية من أجل عدم ترك لبنان ينهار على الآخر أو أنه يوصل لقاعة الحديد وأنه عندهم استعداد للدخول إلى لبنان بمشاريع إنمائية وغيرة وأنه إنقاذية للبلد وهذا الأمر يعني حتى هذه اللحظة بين الصين ايه وباندينج بموضوع الاستخراج الغاز عندك هذا الصراع على موضوع استخراج الغاز واللي دخلتك بمفاوضات أنت مش عم تعرف تفاوض فيها كل شوية بتحط خط للحدود البحرية وبعدك ما بعرف شو المتظمين في مرسوم صادر حتى هذه اللحظة هذا المرسوم لم يتم تعديله لأنه كان على أساس بده مجلس وزراء لم يطرح على أول جلسة لمجلس الوزراء هذا المرسوم والوحيدة اليوم من العملية التوقيب كما تريد أنه هذا السؤال ما بعرف ما بده يجاوبنا عليه عالما أن الحديث اليوم أيضا عن تغييرات بالوفد الإسرائيلي لضم سياسيين إلى هذا الوفد كيف سيوجبه لبنان هذا الموضوع برأيك؟ بتصور كمان لبنان بده يغير يعني ما هي بشي بده يغير؟ بفاوض سياسيين؟ بتصير تفاوض سياسي؟ ينجر لبنان إلى ما تريده إسرائيل؟ طب هذا اللي يجري المحاولات من أجل الوصول لأله كما أنه إسرائيل التفاقتي والأمريكان شركة أمريكية لحتى تبلش بالحفر بدون أخذ بعين الاعتبار عملية لوان انتهت المفاوضات بين لبنان وسوريا ومتى ستقل لبنان وإسرائيل ومتى سترجع هذه المفاوضات وشو طبيعة الوفد بس هي اعتمدت على الخط اللي موجود اليوم اللي بيعطيها إمكانية تدخل بعملية الحفر لأنه ما في تعديل واضح للمرسوم لأنه لبنان لبنان ما هذا التردد اللبناني هذا التردد اللبناني طبعا لضياء مثل ما راحت الموضوع الخطوط بيننا وبين أبروس ما هيدا نحن عم نساهم فيها لحد اليوم ليش بقي ليش حسان دياب ما عمل اجتماع لمجلس الوزراء طيب حسان دياب راح وصار بالولايات المتحدة اليوم سؤالي نجيب ميقاتي وانكشف موضوع المراسيم اللي وقع على حسان دياب ليش نجيب ميقاتي بأول جلسة لمجلس الوزراء وصاروا عاملين أكتر من جلسة وبيقصر بعبدة يعني الفرصة متاحة والأجواء دايما عم يقولوا انه طيبة وبتجنن بين الأفريقاء جميعا بين الرئيسان وبين كل والتجانس والتكافل بين الوزراء طب ليه هذا الموضوع ما بيكون على أول جدول أعمال بأول جلسة لمجلس الوزراء ليه ما حصل هذا الأمر هنا لك غاية معينة غاية سياسية ما بعرف ما بعرف لأنه يبدو بكل شيء بهذا البلد بكل شيء بهذا البلد بانتظار الأمريكي ماذا يريد يعني هذا بديو خلينا نشكك بهذا الموضوع ولذلك أنه صار في طبق السياسية بكاملة تحت المجهر الأمريكي والله يعني أنه حاليون يسبت العكس ضمن حزب الله لأنه مشارك في هذه الحكومة حزب الله يعني صار حزب الله كمان ممكن يكون تحت المجهر الأمريكي بانتظار وين رحته ياخدوا الهوى الأمريكي بهذا الموضوع لايما حزب الله حكى بهذا الموضوع يعني إذا بدنا نحكي بهذا تطرحوا بمجلس الوزراء من وزراء حزب الله حتى لو من خارج جدول أعمال كطرح ما بعرف إذا طرحه بس إني طرحه من خارج المجلس الوزراء طرحه وطرحه أمين عام حزب الله وقت اللي حكى عن موضوع استقدام السفن المزوط والإنسانين طبعا حتى رئيس الجمهورية تحدث فيها وعمل اجتماع للبحث بموضوع التعدي اللي عم بيسير من الجانب الإسرائيلي بس بمجلس وكان حاضر نجيب ميقاتي بس بمجلس الوزراء ما حدا نجيب السير ما عملوا المرسوم ما وقعوا المرسوم حتى في أسوأ منها أنه ناطرين الأمم المتحدة تبلغن شو الحدود اللي بتلاقيها مناسبة هيك مرة ريطا بي إن شاء الله ما يكون صحيح هذا الخبر بذلك أنا ما حكيت فيه لأنه مش معروف إذا دقيقة هاد الخبرية من الجانب بس كمانة كمانة في من الجانب الشمالي للبنان كان في حديث أنه كمان روسيا انطلقت في سوريا بعمليات الحفر والتنقيب وكان في اعتراض لبناني على هذه النقطة سيسوى هذا الملاف يعني على الميلتين لبنان محاصر من ميل الإسرائيلية ومن ميل السورية وهو غير قادر على البدء بأي عملية حفر وطنقي بعد حدوده بهذا الموضوع تحديدا صار فيه كلام للسفير السوري على باب وزارة الخارجية وحكى أنه صار تم التداول بهذا الموضوع بينه وبين وزير الخارجية وأنه هذا الموضوع على أنه يصير فيه كلام مع السوريين بهذه القصة ما بدك تحكي مع روسيا بهذا الخصوص بدك تحكي مع الجانب السوري ليش أنت شكلت وفد وعم تعمل وفد تفاوض غير مباشر مع إسرائيل ومع سوريا ليفترض لبواب مفتوحة وزراءنا عم يروحوا ويجوا وفي ناس عم راحت وإجت وما عملتوا ليش يتخذون لبناني بهذا الملف؟ ملف السوري والملف السوري هو بس بهذا الملف التخاذل اللبناني يعمل بشأن بشؤون الناس بشؤون الدولة بشؤون البلد طيب أنه ما فيه تأثير بكل هذا الموضوع حتى يقولون لك بالأخير راحت هذه الثروات لأنه تم إهمال ومنعمل لجنة تحقيق إذا بدهم أو بيعملوا ادعاء بهذا الموضوع يعني راحت الثروات بالبلوك رأم 9 وراحت الثروات على الميلة السورية وراحت الثروات بالبلوك رأم 4 خلص مش الحال فعود بسلمتكم هذا السؤال اللي بده يتوجه للدولة أنه هل هن ولذلك وقت اللي حكى عن موضوع سيد حسن نصر الله وقت اللي حكى عن موضوع استقدام المزوط والغاز حكى كمان عن موضوع شركات جاهزة من أجل التنقيب هلأ ما بعرف شو هي شركات صينية روسية إيرانية بس أنه كمان عنا بلبنان ما هيدا اللي بيجعبه وهيدا بده دولة ما فيها إذا عنا بده دولة طبعا بده دولة رضيت الدولة وسكتت الدولة عن ادخال الصهاريج عبر حدودها والبطرك الراعي بتعرفي موقفه بالسيادة والمنادات بالسيادة تنقيب عن النفط والشركات الجاهزة كريم كبه سيد حسن نصر الله الدولة لم تتلقفه لأنه لا تريد أن تتوجه شرقا كما بتحب أن تتوجه تماما مش أنا اللي بتتوجه شرقا تتحدثين دومين على تحدث شرقا ما عندك خيار تاني ما عندك خيار تاني إذا ما بتتوجه شرقا ما بتقدر تنقذ أي وضع بدك تضلك ناطر المساعدات من هون وتشحد من هون بدك تضلك يحط عليك الشروطات وبدون يقضوا على البلد وعلى ما تبقى من هذه البلد أنا عم بحكي بهذا الموضوع لأن أنا عم طالب بمشاريع إنقاذي لهذا البلد أنا بدي لولادنا يرجعوا على هذا البلد ما بدي أنه أنت عندك تسرب وسفر سفر عندك إذا مدير عام الأمن العام اللي واقع بس إبراهيم عم يحكي لنا زطلنا رقم مرعب عشر تلاف طلب لباسبور بليوم فإذا عم يعطوا هن منه خمس تلاف باسبور يعني أدي اللي عم بيسافروا أدي يشترك لبنان بهذه الفترة اللي مضيت وهل هؤلاء رح يرجعوا أنا بعرف على الأقل الشباب اللي فلت ولا حدا فيهم راح بطاق سفر رجعوا بدأ يفتح سمحي لي من هالنقطة موضوع الانتخابات النيابية عندي دقائق معدودة انتخاب المغتربين طالما هم بتحكي عن الهجرة الكبيرة اللي عم بتصير من لبنان حق المغتربين بالاقتراع في وجهتين نظر اليوم ونشأت تقول أنه لا الست نواب اللي نص عليهم الأنون يجب أن يكونوا ضمن هذه الانتخابات النيابية من بعدها بالالفان وستة وعشرين بيصيروا الست نواب داخل البرلمان لبناني وست نواب من البرلمان لبناني منشيلهم بيبقى العدد مية وثمانة وعشرين وفي وجهت نظر تاني بتقول أنه لا بحق للمغتربين مثل بالمرة السابقة يصوتوا لمية وثمانة وعشرين نائب في البرلمان اللبناني تماما وهالنقطتين رح يقدوا لخلاف وكباش وما بنعرف الانتخابات شو رح يكون مصيرة ما هي هذا سؤال أساسي مش بس بموضوع المغتربين يعني ألا يستحق ما حصل بالالفان واتمنطعش بالانتخابات النيابية أنه يصير فيه إعادة نظر بهذا القانون اللي جاب شيء أكترية وشيء أقلي وكذا وهكي في وقت يرجع ينترح هذا القانون ويعاد النظر فيه وهل في وقت يعني لتعيد إنتاج هايدي الطبقة السياسية نفسها بها الحال إذا بهذا القانون بدون يرجعوا يعيدوا إنتاجهم يعني عملوها بالالفان واتمنطعش بس هي أي أنون اليوم بدك تعملي طبقة السياسية اللي بدأت فصل لهذا القانون يعني رح ترجع تنتج نفسها بأي أنون طيب بهالحالي ليش عملنا إش موضوع إذا المغترب بينتخب لأن هذا حق وفي هذا هدر لأموال أساساً الانتخابات إذا ما عندك وقت تعمل قانون انتخاب ليش وبدو قانون انتخاب أنه بدو سنوات لحتى كم سنة وحطتك أدرة لأكتر العالمين اليوم أي تغيير بدو ياخد معنا ما بعرف كم سنة تنغير النقطة وفاصلة بهذا الأنون وبعد ناقص كمان يجيبوا ناس من بره يعملوا لنا يعملوا لنا آنون للانتخابات مثل ما عمنا عمل بالتطقيق الجنائي وبالشركات الأجنبية برأيك هذا الانتخابات رح يتم تطييرها في إمكانية لتطيير هذه الانتخابات ومن يريد تطييرها هل هو تيار الوطن الحر المتهم اليوم بأنه لا يريد انتخابات لأنه وضعه على الأرض مين وضعه ممتاز؟ مين وضعه ممتاز؟ حزب الله وضعه ممتاز لا الموضوع المش منافسة بين تيار الوطن الحر وضعه ممتاز وضعه ممتاز كيف؟ بمنطقة البقاع ومنطقة زحلة تما هي بلجت عم تفقدها بموضوع الصقر وموضوع النترات وموضوع المزوت والبنزين يذكروا اللبنانيين هذه الأمور أكيد بدون يذكروا إلا إذا أنت بتغير بالمواضيع وبتغير بسلوكك بس مش رح يذكروا مش رح يشوفوا طب موضوع التفجير المرفأ أنه رح مصدق الناس عملية هذه الماكياج والليفتنج اللي عم يعملوها السياسيين بهذه القضية محاولة تطير يعني هذي كمانا خطرة عندما وفق صفاء يواجه اتهام طارق بطار وواجه له رسالة هذه في خطورة الناس بتنسى تدخل حزب الله في القضاء بهذه السفالة هلأ بس حزب الله اللي عم يدخل كله عم يدخل بس السفالة والوضوحة برسالة يعني هيدا عم نقل وجهة نظر يعني في وجهة نظر تقول أنه هذا التدخل سيفر بشكل واضح سيفر فيها يعني بموضوع أنه هل مجرى الأمور ما نحن يعني اللي ملدوع من من هذه جمرة التحقيق والتدويل والش اسمه كمان ما شفنا اللي حصل بموضوع رئيس الحريرة طيب أنه ما بينسأل سؤال أنه ليش هيك عم يصير مع القاضي بطار أنه خليها تكون الأمور أكثر شفافية وأكثر يعني تحديدا بموضوع تفجير مرفق بيروت لكل مدان بموضوع هذا الصمت المريب بدي تعليق منك على المحكمية للسناف رفض الطلابات كافية القاضي بطار في قضية المرفق طيب ممتاز ممتاز يعني المسار القضائي سيستمر على ما هو عليه بدوا يستمر ما فيون يوقفوا للقضاء بهذه هذه قضية ترأي عام وكل شي بس هو بدوا يحسن كمان موضوع الأداء تاعه يعني أنا مش بموقع أنه يحطوا بأي أطار بموضوع الاستنسابي بالتحقيق يعني في موضوع يطلع ويكاشف الناس بموضوع ليش مثل ما طلع مدير عام الأمن العام وقالنا أنه ما حدا قبل يعطيني سوار ساتيلايت ورئيس الجمهورية طلب سوار ساتيلايت ومعطيه إياهن هو قال أنه وجه لأكتر من 15 دولة بتصور أنه يطلب مننا سوار ساتيلايت وما وصلته يحكي بهذه الاحتمالات الأخرى يعني يعني أن يفتح كل الاحتمالات ولا يحصر احتمالات بمكان معين بمكان معين وبأنه حسن دياب طب ورؤسة الحكومات السابقين حسن دياب عشو ليش غيرت من القضاء حسن دياب طب شو أنا اللي سفرته لحسن دياب كيف من سمح له يسافر لحسن دياب من سمح له يسافر ليش ما حطله اسمه على المطار ليش نطر لحتى أنه أو بيحط له إياه لسقن هون أو لسقن هون ومثل ما عم بيحكي المشنوق بهالحالي كمان حط لي لسقن على دار الافتامة كل واحد محمي بطيفته وكل واحد محمي بمذهبه بكنيسته بجامعه وبالتالي أنه هاي دي الأمور بده أنه بده يرعيها وبده نحن كل الوقت عم نحكي عن استقلالية القضاء عن نزاهة القضاء أنه شو صار بين أنه هيدا مش سلوك حزب الله مع القضاء اللبناني طلع وحكى حاتم ماضي أكتر من مرة بهذا الأمر قال أنه بكل فترة ما كان هو مدعي عام تمييز ولا مرة صار فيه تدخل بهالطريقة هيدا وشكك بالروية وبالتالي أنا ما فيني أخذ بروية ما طلعوا هني ما طلعوا ولا بيان رسمي فيها بس حزب الله كمانا ما طلعوا ولا لحظة نفل هذه الرواية يعني بالحالتين احترك حزب الله على بواب مفتوحة هني موقفهم مش مضطرين لهيدا العملية لهيدا المسرحية تعتل أنه توقف صحفية وتبعت له خبر للقاضي للقاضي بيطار طيب ما هني طلع لأمين عام حزب الله وبشكل علني حكى عن هذا الموضوع واضح أنا بدأ أختم بس وزارة المال اللي أعلنت ببيان أنه استقنى في تواصلها ومناقشاتها مع صندوق النقد الدولي مبدئة استعداد تواصل إلى اتفاق بشأن برنامج التعافي المنسي خلال الأسبوع الذي يمكن أن يدعمه صندوق ويسخر الدعم الواسع للبنان من المجتمع الدولي هذا بيبين صدر منذ بعض الوقت لا تخيل أنه هلا نسمينا بطلوا عم يسموها إصلاحات صارت تعافي يعني أنه كيف بدوا يتعافى البلد بهذه الشرطات أنا بدأ أشكرك سيدة ثرهي العاصي أستمتع بالحوار معك شكرا لك على هذا الحضور شكرا لك يبقى شكرا للمشاهدين إلى اللقاء شكرا للمشاهدة